كيف عرفتم عن الملتقى؟ ما هي الألية؟ كيف يصير التواصل وتعرفوا بالملتقى وتطلبوا الحضور ويتم التنسيق؟ طبعاً شعب الشادي بصفته شعب متدين وله علاقة مع القضية الفلسطينية منذ سابق الزمن إلى الآن مثلاً أنا الآن عندما كنت في الصفة السادس في الصفة الرابع العدادة حينها أنا كنت رئيس الاتحاد فدعينا بأن كونا مجموعة من رابطة تسمى رابطة اتحادات المدارس العربية في تشات هذه الرابطة دعت إلى أن تجمع دعم لأهل غزة في تلك الفترة تقد في 2007-2006 كان جمعنا مبالغ وأرسلناها إلى أهل غزة نحن كرابطة اتحادات المدارس العربية فهذه النقطة من حيث المعرفة هو الجانب الذي جمعنا مع القضية الفلسطينية فأي منشط فيه قضية فلسطينية نحن مشاركين معها سواء قضية فلسطينية جامعة دائما نعم نتابع وأفراد مننا إذا وجد شيء يخبر إخوانا والآخرين بأن هناك هذا الشيء مثلاً أن هيئة علماء فلسطين فنحن نتابعها مدام أنها تجمع علماء المسلمين أو الاتحاد العالم المسلمين أي شيء يجمع المسلمين فنحن أنكثم معه ونحن جزء من هذا العالم العربي الذي نسينا والذي لم يعني يلفد لنا والذي يضع لانتباها إن شاء الله العرب خطاياهم كبيرة وكثيرة بمناسبة العرب والعربية يعني أنا يعني حضرتك كلمت طبعاً كلام نفيس جداً يعني فيه التعرف على تشاد وكلام ده كل بس أنا مش موافق أبداً إنه إحنا كل مرة نستخدم كلمة الاستعمار كلمة الاستعمار دي هذه كلمة قرآنية شريفة آه أنت تحتاج على المرادفة آه لأنه الترجمة آه آه يعني كولونياليزم مش هي الاستعمار يا ناس صحيح آه لأنه الاستعمار هذه كلمة قرآنية شريفة البشير الإبراهيمي في البصائر كتب فصل مهم جداً في هذه البصائر كانت جملة مقالات كلمات مظلومة وتحدث فيها عن الاستعمار لما تحدث عن الاستعمار بيقول كيف لهؤلاء اغتصبوا هذه الكلمة وأطلقوها على أخاس الظواهر البشرية والإنسانية في النهب والتدمير والتحكم آه وكيف أن هذه الكلمة تعني العمران في رؤيتنا الإسلامية فإزاي الاستعمار فالاستعمار عمل حكتين أو أنا بقول يعني الحل لهذه المسألة إن إحنا لما ما نلاقيش كلمة مناسبة نعمل نقل الصوت الكولونيالية زي الليبرالية زي الأجدولوجية هي المشكلة دكتور إنها أصبحت مصطلح ما هو الشيوع هنا برضو يا أستاذنا يعني كأننا بنتخلى عن مصطلحنا القرآني وشرفه وقدرته على استنهاض الهمم فإذا به يتحول إلى ظاهرة إحنا كلنا بنتكلم عليها وكأنه هو خاد استحسان المفهوم والنفذ وضرب عندنا هذا اللفذ المكرم لدينا والباني للحضارة والنهوط هو أنشاءكم من الأرض واستعماركم فيه ممكن نستخدم الغزاة بدل الاستخدام هم غزاة هم غزونا يعني في كل الأحوال يناس بيستخدموا الاستخراب والله أو الاستدمار يعني البشير الإبراهيمي في مقالته تلك قال لو كان يجوز في عقل اللغة لسميناه استخرابا بس هو ما يجوز في عقل اللغة لأن الآلف والسين والته للطلب ما فيش حد بيطلب الخراب فيش حد لعقل بيطلب طبعا الاستعمار جاء نتيجة لاتفاقية سايس بيكو تقسيم الخخرائي الخخرائي من طريقة منظمة لا هو سبق ذلك حتى أن الغزو الغزو أو ما يسمى بالاستعمار ويحنا لازم نلقي لنا مصطلح حقيقة صحيح هذا الغزو الكولونيوالي أي نعم للعالم حقيقة بدأ في وقت مبكر يعني من القرن السادس عشر أو السابع كشوف الجغرافية برضو شوف التدليس التدليس أنه يسمى كشوف جغرافي وكأن هذه الأرض كانت فضاء ولم تكتشف وكأنها بلا أهل بلا أهل بلا حضارة وبلا ناس وبلا شعوب وبلا حضارة أبدا اكتشاف اكتشاف أمريكا اكتشاف أستوالي الله أكبر كيف يعني سكتشاف كشوف الجغرافية طب استكمالا للنقاش للحوار اللي كان حاصل حول أنتشاد أخ محمد من مصراطة من ليبيا من ليبيا وقامتم إيش علاقتكم بالهيئة أو بالملتقة كيف يحصل التنسيق إحنا علاقتنا بالملتقة علاقة قديمة إحنا من بدايات الملتقة وإحنا مشاركين فيه إحنا القضية الفلسطينية في ليبيا دائما حاضرة من أيام القذافي يعني من حسنات القذافي أنه كان إن كان له حسنات إن كان له حسنات أنه كان يولي للأخوة الفلسطينيين المواطنين معاملة خاصة المواطن الفلسطيني في ليبيا يعامل معاملة الليبي في جميع الخدمات في جميع البرامج فبالتالي جميع الفئات أو التيارات في ليبيا بمختلف مشاربها متفق على القضية الفلسطينية حتى الآن الفرقاء المتصرعون في ليبيا كلهم متفقون على القضية الفلسطينية ودعمون لها يعني حتى أحداث غزة في ظل انقسام السياسي والعسكري في ليبيا المعسكران يعني قدموا بياناتهم وقدموا دعمهم للقضية الفلسطينية هي عمرها ما كانت قضية خلافية نعم نعم فبالتالي فبالتالي احنا كشباب وكطلبة في الجامعات كان لدينا حراكنا المؤسسي وطلابي كنا دائما مخرطين في هذه القضية الفلسطينية وقضايا الأمة فبالتالي احنا اي برنامج يتعلق بالقضية الفلسطينية دائما يعملون بادرون ودائما نشارك فيه وكان مشاركتنا مع الملتقى الدولي للشباب مشاركة قديمة أنت من مصراطة نفسها أنا من بنغازي أنت من الغازي نعم ولكنك تسكن في مصراطة لكن أسكن في مصراطة طبعا احنا أيام الثورة الليبية لكن هو قادم من مصراطة نعم والوصول لأنه أيام الثورة الليبية مصراطة أصبحت رمز اسم متداول ورمز نعم نعم بس هو ساكن من ولادته في مصراطة نعم فبالتالي القضية الفلسطينية يعني في ليبيا تعتبر من قضايا الجامعة لكن السؤال الذي يطرح نفسه ودائما الشباب يطرح يعني نحن عندنا عاطفة وهذه للأسف أغلب الشباب المتحمس وشباب الأمسلمين لديهم عاطفة جياشة للقضية الفلسطينية لكن لم يتربوا على العمل نحن تمام متضامنون مع القضية لكن ماذا نعمل وكيف نعمل هذه الأسئلة لم يتربوا عليها الشباب ولهذا أتى الملتقى هذا العمل استثنائيا وأجاب على هذه الأسئلة وأعطى للشباب الأدوات والوسائل لكي يرجعوا إلى بلادهم ويعملوا مشاريعهم الآن لا عذر لشباب الملتقى إذا قصروا في أداء مهمتهم نسأل الله عز وجل أن يكونوا نحن متأمنين فيهم خير هؤلاء الشبابين جزاك الله خير أنا أبدأ أعلق على فكرة أنه فلسطين قضية جامعة وهي كذلك وهنا هذا الأمر انتبه له المفسدون في الأرض فشكلوا جيوشا الكترونية وأطلقوا ذبابا واسعا من أجل إيهام الناس أن هذه القضية لم تعود قضية جامعة فأطلقوا على سبيل المثال هاجتاك الشهير فلسطين ليست قضيتي اللي صار تداوله من أكثر من سنة ورجع الآن ومهاجمة كل أهل فلسطين وذمهم ثم بعد ذلك ذم المقاومة وتحميلها المسؤولية بعد ذلك تطور الأمر إلى الدعاء على أهل غزة وبأن ينصرهم الصهاينة وهذا الذباب للكترونيك يهدف إلى إعطاء صورة أن هذه القضية لم تعود قضية جامعة وأن الشعوب العربية ليست على القلب دفسه تجاه هذه القضية وكل هذا إنما هو محاولة لزرع الوهم فنحن نعلم جيدا والمتتبع يعلم أن هذه الجيوش الإلكترونية وهذا الذباب الإلكتروني لا يعبر حقيقة عن شعوبنا شعوبنا وهي عبارة عن خلايا مصطنعة في دوائر المخابرات وهذا يحتم أيضا على الشباب أن يزيدوا جرعة الوعي هذه ويدحضوا كل هذا الافتراء الذي يفتريه الذباب وهذا ما أشرت إليه أخ عمر هو بالضبط الفكرة الصهيونية صحيح الفكرة الصهيونية هي أنه ما فيش ما فيش فلسطين أصلا وأن هناك مظلمة لليهود لا يمكن حلها إلا من خلال إقامة وطني لهؤلاء الذين جاء بهم من كافة أقطار الأرض وأنه المنطقة المحيطة بفلسطين لا علاقة لها بذلك ويمكن أنه يصير في تعايش جاءت اتفاقيات أبرهام وعمليات التطبيع المستمرة اتفاقيات السلام التي وقعتها مجموعة من الحكومات العربية مع الكيان الصهيوني هذا الذباب الإلكتروني الذي أشرت إليه هو أداة من أداة الصحيانة في المنطقة العربية صحيح يعني تكريس الفكرة الصهيونية وإلا حقيقة الصهيونية في أساسها أنها مشروع موجه ضد الأمة التي بدأنا بالحديث عنها يعني هذه الأمة التي كيد لها والتي أعملت فيها كل أنواع معاور الهدم الصهيونية إنما أنشئت كحركة لكي تبقي هذه الأمة غافلة نائمة مشنولة لذلك كان من أهم ما يقدمه الملتقى في أن يجتمع 250 شاب من 30 دولة أن يقول لهؤلاء الشباب أنتم لستم متضامنين مع فلسطين ولا يجوز أن تكونوا متضامنين أصلا أنتم في الخندق نفسه نعم أصنع بالقضية أبناء الأمة أنتم أبناء القضية لا يصح أن يأتي مسلم اليوم يقول أنا متضامن مع الفلسطينيين أنا بقبل شباب الأمريكان اللي في الجامعات شباب الأوروبيين أن يأتوا ويقولوا أحنا متضامنين مع فلسطين أما أن يأتي شاب مسلم اليوم لأسببين سبب الأول هو أنه جزء من الأمة والسبب الثاني أيضا أن المشروع الصهيوني وهذا أيضا من القضايا التي يعني تحتاج دوما إلى التذكير بها أن المشروع الصهيوني لا يستهدف فلسطين فقط مشروع الصهيوني يستهدف الأمة كلها وكل واحد اليوم يقف في خندق الدفاع عن غزة هو لا يدافع عن غزة وفلسطين فقط بل يدافع عن أرضه يدافع عن شعبه يدافع عن بلده ويدافع عن وجوده أصلا لذا عملت الصهيونية على تفتيت القضية كانت قضية إسلامية بعد حولوها إلى عربية بعد تحولت إلى قضية ما هو هنا بيت القصيد فيما يتعلق به احنا برضو من المفاهيم اللي احنا بنستهلكها كده مفهوم الشرق الأوسط نعم مفهوم الشرق الأوسط ده مفهوم خطير جدا لأنه لما تقول العالم العربي تخرج إسرائيل نعم لما تقول العالم الإسلامي تخرج إسرائيل لما تقول الشرق الأوسط صارت إسرائيل جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة الجوافية هو مفهوم غربي هو مفهوم غربي صنع في معامل الاستشباق وعلشان كده أنا بقول أنه برضو المفهوم ده ولعل أستاذنا المرحوم الدكتور توفيق الشاوي ألف كتابا غاية في الأهمية اسمه الشرق الأوسط أم الأمة الوسط علشان يؤكد على أنه مفهوم الأمة الوسط ده هو المفهوم الذي يجب ويعني الشرق الأوسط ليس مفهوما الشرق الأوسط مشروع مشروع غربي متكامل ينظر إلى هذه المنطقة كمنطقة كغرافية هي أهم منطقة استراتيجية وعقدة استراتيجية يهتم بها لكن في حقيقة الأمر هذا الأمر لابد أن دائما أن نعبر عن معنى الأمة في هذا لنطارد به مفهوم الشرق الأوسط الذي تريد الدول الغربية أن تجعله شرق أوسط تتسائل عن حاجات كثيرة أوسط بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهم هم قسموا العالم حسب موقعه الجغرافي منهم هم يجلسون على عرش هذه الدنيا وفي شرق أخصى وفي جنوب شرق وفي شرق أوسط وفي شرق أدنى أكتب من كده أستاذنا أنه يأتي ذلك يوسعه ويديقه على مقاسه بعد شوية يقول لك الشرق الأوسط الكبير ويقوم ضامم إليه دول لأنه بدته ويدخل في الشرق الأوسط الكبير ده أفغانستان مثلا وبعدين بعد شوية يطلع الرجل الصهيوني ده التاني شيمون بريز يقول لك الشرق الأوسط الجديد الله هو إيه بقى الشرق الأوسط الموسع هذه المسائل كلها لابد أن نقف يعني أنا معلش يعني أنا بقول إن إحنا مع وجهة المفاهيم دي يجب بخير طيب الآن مثلا في إذا إحنا مثلا وضعنا قلنا مثلا قضية الفلسطينية أو الشرق الأوسط أو غير ذلك نحن يعني أيدنا فكرتهم بأننا يعني مقسمين فالآن مثلا طوفان الأقصى وطبعا كشف هذه الأشياء نعم ووضعها في الطاولة للنقاش سابقا لم نفكر أن هذه الدولة مثلا هذه لبنان وهذه سوريا أو مثلا هذه أردن وهذه كذا فالآن إذا أردنا أن نكسر هذا الحاجس لابد لنا أن نفكر ما هي الدول الإسلامية التي موجودة في الخريطة حدودنا نفترض تكون هي مثلا فكرة عبد الحميد الثاني في وضع القطار وغير ذلك هذه الفكرة يجب أن تعاد مرة أخرى وأن نناقشها وإذا أردنا مثلا أن نقف مع أهلنا في فلسطين ويعني الدائرة تكون لنا وما يمسهم يمسنا يعني مثلا أن مسؤول المسلمون في توادهم وتراهمهم كمسؤل الجسد الوحام إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهل للهمة مثلا أنا في تشات إذا عندي قضية مثلا تهم كل العالم الإسلامي الشخص الذي في فلسطيني إذا عندي قضية تهم الشخص الذي في سوريا الشخص الذي في ليبيا كل هذه الانقسامات لو نحن وقفنا معها بمعنى أن نحن دعمنا فكرتهم نحن أصلنا هذه الفكرة وبناء عليها نحن نسير فحقيقة يعني هذا المفهوم مفترض هي التجزئة التجزئة اللي حدثت في العالم الإسلامي كانت ضرورة من ضرورات إقامة المشروع الصهيوني نعم صحيح واستمرار هذه التجزئة هو ضامن استمرار المشروع الصهيوني نعم ولذلك لما حصلت الثورات العربية وبدأت الشعوب العربية تحلم بإعادة اللحمة والوحدة بينها من كان أكثر من جن جنونه في المنطقة الصهاينة والديكتاتوريون الحكام المستبدون ذلك تجدد التحالف فيما بينهم ذلك بعد الثورة المضادة التي أسقطت تجربة ديمقراطية في مصر ثم خربت كل بلدان الثورات العربية الآن في محور يعمل ضد الإسلام والمسلمين في كل مكان على رأسه الكيان الصهيوني والدول الاستبدادية من حوله نعم صحيح والصهيونين ومن يعملون معهم عملوا على إغراق الشعوب في مسائل فرعية وفي قضايا فرعية فعملوا التجزئة أيضا في داخل الدول ترى مثلا بعض الدول فيها مسائل داخلية يشغلوا بها الناس على أسس قبالية أو مناطقية جهوية فبالتالي إحنا القضايا الكبرى أو المصطلحات الأمة الإسلامية والقضايا الفلسطينية الشعب أصبح غافل عنها بالرغم أنها شعوب حية والشعوب لديها إيمان قوي ولديها يعني عاطفة جيشة ولكنها أغرقت في المصطلحات هذه وعاشت معها ونست القضية فبالتالي الواجب على الشباب إحياء مثل هذه المعاني مثل هذه المفاهيم لأن الناس على خير ونحن رأيناه في بداية الطفن الأقصى مثلا في ليبيا بالخروج في المظاهرات ودعمه المالي ودعمه الإغاث والإمداد للقضية هذا يثبت أن الشعوب حية ولكن الواجب علينا نحن كشباب أن نعمل على أن لا تكون هذه ضفرات لا أن نبني مشروعا واضحا لإخراج الناس من هذه الغفلة إلى الصحوة صدقت لكن لاحظ أنت أن خصوم الأمة ما كانوا ليتمكنوا منها لولا نقاط الضعف التي استفعلت فيها القابليات قابلية هي زي القابلية للاستخراب أو سميه ما شئت يعني هذه العصبيات المحلية هي سببها الابتعاد عن الإسلام صحيح ابتعاد عن روح الشريعة الإسلامية التي تعتبرنا كلنا عبادا لله كلنا نعبد الله تعالى إخوة في الله ننهج منهج محمد صلى الله عليه وسلم فلما ابتعادنا عن ذلك صار من السهل إنه مش بس تقسم البلد إلى جهات وبين القرية والقرية وبين البلدة والبلدة وبين العشيرة والعشيرة والجار والجار وهذا ابتعادنا عن فهم صحيح الإسلام يعني إحنا بعدما ابتعادنا عن فهم صحيح الإسلام أغرقنا في مصطلحات وفي الماديات والناس يعني التهوا بالدنيا يعني فبالتالي هذا يجعلك عندما تأثي مثل أحداث طفان أنت بعيد ونتلسى على مستوى الحدث فبالتالي أنت يجب علينا أن نعدى العدة طيب هذا الملتقى حقيقة يعني أنا أشكر الإخوة في هيئة علمان فلسطين حقيقة تفكيرهم كان عميقا وإلهام مسبق يعني الآن مثلا الآن يعني الأمدى ست سنوات السنة الأولى والثانية والثالثة كأن هذا العام جاء حصادا لوقفه مع إخوانا مع إخوانا ويعني مع هذه القضية التي يعني هي يشعر بها كل مسلم هو الحدث فرضها نعم الحدث الكبير فرض ذلك فكيف هذا اللقاء الممتد من ست سنوات إلى أن يعني كأنه إعدادا لهذا اليوم فصادف أهله حتى يعني لذا نرجو في الحقيقة الملتقى دائما حريص على أن تكون قضايا الأمة كلها حاضرة ملتقيات السابقة كانت قضايا الأمة لا سيما جراحها المفتوحة والنازفة كلها حاضرة وهذه السنة كذلك كان الأمر لكن التركيز كان على غزة لأنها الجرح الأكثر نزفا نعم كانت هذا الملتقى هكذا وما لمسناه حقيقة وما يعني يمكن أن أن الشباب جميعا على اختلاف بلدانهم وعلى اختلاف جراحهم واختلاف آلامهم نحن جاء شباب من بلدان كما قلنا مكلومة كثيرة جاء شباب من بنغلاديش جاء شباب من ليبيا من سوريا من مصر من العراق من تونس يعني كل هذه البلاد من السودان بلاد التي تعيش حقيقة جراح وآلام كثيرة لكن هؤلاء الشباب جميعا كانوا رغم كل ما يعانونه من جراح يعيشون جرح غزة على أنه جرحهم الأول صحيح وعلى أنه جرحهم الأكبر وهذا والله شيء يعطي حقيقة أننا جميعا تجمعنا الآلام والجراح كما قال عمر أبو ريشا بوريك الخطب فكم لم على أشتاته فكم لف على يعني أجزائه أشتات شعب مغضبي فالآلام الأصل أنها تجمع الناس والآلام توحد الناس لكن المهم ليس فقط أن يجتمعوا المهم أن يخرجوا من هذا الاجتماع بآليات للعمل بالعمل بالعمل أي نعم شوفوا قبل أن نتكلم عن الآليات في خاصية للجرح في فلسطين وعن الجراحات موجودة في كل مكان صحيح ما في منطقة في العالم الإسلامي إلا وتنزف والمسلمون في آلام في كل مكان الخاصية في فلسطين أنها من جهة سبب للجراحات الأخرى وعرض يعني هي سبب وعرض في نفس الوقت لو لا أن هذا المشروع الصهيوني لو لا أن هذا الكيان الصهيوني زرع في قلب الأمة كثير من المآسي التي تحدث من حول فلسطين وحتى في الأماكن البعيدة ما كانت تستمر بهذا الشكل نعم يعني شوف أنت العبث اللي بيجري بالسودان العبث الذي يجري في ليبيا العبث الذي يجري في أي مكان في العراق في العراق حتى لو رحت على الباكستان يعني هذا الانقلاب اللي صار على العملية الديمقراطية ووضع رئيس الوزراء المنتخب في السجن في كل الأماكن السبب أنه في كيان صهيوني زرع في قلب هذه الأمة له أذرع ممتدة يعبث في كل مكان نعم ومن هنا تأتي خاصية القضية الفلسطينية يعني القضية الفلسطينية مش قضية ابن الخليل ولا ابن جنين ولا ابن يافا ولا ابن غزة قضية فلسطين قضية الأمة لأن جراحات الأمة الأخرى جميعا ناتجة عن هذا الكيان المزروع في قلب أنا عاوز أضيف معنى آخر أيضاً بهذه الخصوصية لأنه أنا كنت حضرت ندوة من الندوات بعدين وجدت بعض المسلمين والعرب اللي كانوا موجودين في الندوة يتحدثون عن أن هذا إحنا مش عاوزين نقول أن هذا الصراع صراع عقدي لا الصراع عقدي وهكذا لابد أن نؤكد على هذا لماذا نؤكد على هذا وربنا سبحانه أراد أن تكون القدس يكون الأقصى وأن قضية القدس هي مقياس هذه الأمة قل لي أين القدس أقول لك أين الأمة هذه المسألة مسألة أساسية عبر التاريخ عبر التاريخ والله ومن ثم المسألة التي تتعلق بالصراع وتكييفه وطبيعته لا إحنا لا نخجل أبداً نقول هذا الصراع عقدي لأن إسرائيل تمارس ذلك أيضاً بغطاء ديني عقدي ومن ثم وجب علينا أن نتمسك بذلك ونؤكد على ذلك وكل الناس اللي بتقول عشان ما يقولوش علينا يقولوش إيه يعني ما هذا الذي يمكن أن ومن ثم يعني خطاب الأقصى والقدس اللي بيقع في قلب يعني على ألسنة قادة المقاومة إنما يؤكد على هذا المعنى المهم الذي ينبط هذه الأمة بمصبب أسول عليه الصلاة والسلام كان في الدكتور مهوم مع الزمن إيه صار؟ الأنظمة التي أورثنا إياها المستعمر أو الغازي عملت عملية تضليل أيوة نعم عندما بدأ المشروع الصهيوني يضع بذوره في فلسطين لم تكن هناك هذه الدويلات كانت الأمة واحدة كانت فيه خلافة أسماعي الخلافة العثمانية هي أكد صحيح أنها كانت ضعيفة ومترهلة وبدأ الفساد ينخر في بدنها وبدأت تفقد بعض أجزائها للغزاء ولكن غزو فلسطين حصل لها وهي جزء من الأمة لم تكن كيانا منفصلا ولا من حولها كانت كيانا ولا الذي حولها كان كيانات منفصلة لازم نرجع إلى الأصل إلى السياق التاريخي كيف بدأ هذا المشروع لأنه فيه حملية تغيير ما كان هناك دولة قائمة أسمى فلسطين أصلا بالضبط كده كانت هذه جزء من الدولة الإسلامية والدولة العثمانية فلذلك عندما اقتلعت لم تقتلع بوصفها أرضا أو دولة يعني ما فيه ناس يجوا احتلوا دولة لا هم جاءوا إلى دولة كبيرة قائمة هي الدولة العثمانية وأخذوا جزءا منها جاءوا إلى الأمة واقتطعوا جزءا منها نعم لكن أصلا لم يكن هناك دولة فلسطينية حتى نطالب بدولة فلسطينية الحل ليس أن تقوم دولة فلسطينية إلى جانب دولة صهيونية هذا تكريس للغزو نعم دكتور غاني أعود لما قاله الدكتور سيف المسألة مسألة عقدية وهذا بحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر